نحن مجاز لهم الأخبار مع دينا شكرا لك محمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن مختتما جولة أوروبية شملت ألمانيا وسربيا وفرنسا وقد عقد الرئيس السيسي خلال زياراته عدد من اللقاءات المهمة مع قادة الدول الثلاثة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص المصر على تدعيم وتعميق الشراكة الإستراتيجية الممتدة مع فرنسا التي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقتين الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية وخلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالقصر الإليزي في العاصمة الفرنسية باريس أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تطرق إلى الوضع الاقتصادي الدولي الصعب الناشئ عن الأزمة في أوكرانيا حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الصياق رؤية مصر بأهمية إبقاء الباب مفتوحا أمام الحوار والحلول الدبلوماسية من قبل كافة الأطراف المعنية كما اطلع الرئيس السيسي نظيره الفرنسي على استعدادات مصر الجارية لاستضافة القمة العالمية لمناخ كوب 27 بشرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم قال الرئيس الأوكراني بلاد ميرزلنيسكي أن بلاده لديها شحنات حبوب جاهزة للبيع قيمتها نحو 10 مليارات دولار مؤكدا أنه دليل على أن أوكرانيا تستطيع الصمود أمام العملية العسكرية الروسية وأوضح الرئيس الأوكراني أنه سيتم تصدير نحو 20 مليون طن من محصول العام الماضي بعد التواصل الاتفاقي بين موسكو وكييف الذي يسمح بفتح الطريق أمام صادرات الحبوب من أوكرانيا وصفا إياه بالمهم أعلن البيت الأبيض عن مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا تبلغ قيمتها 270 مليون دولار وقال مناصق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي إن الحزمة الجديدة من المساعدات تشمل أنظمة صواريخ متوسطة المدى وطائرات تكتيكية بدون طيار مشيرا إلى أن الحزمة ترفع إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن إلى 8.2 مليار دولار يدلي التونسيون في الخارج اليوم بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد وحتى الاثنين المقبل ويبلغ عدد التونسيين في الخارج المسجلين في الاستفتاء وفقا لبيانات الهيئة العام المستقلة للانتخابات في تونس 348 ألفا و 876 ناخبا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم على مشروع الدستور الجديد وتجرى عملية الاستفتاء للتونسيين بالخارج عبر مركز ومكاتب الاقتراع في مقارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم والبلغ عددها 298 مركز اقتراع و 378 مكتب اقتراع قالت السلطات الصحية الأمريكية أنه إنه تم لأول مرة رصد إصابتين بمرض جدر القرضة بين الأطفال في الولايات المتحدة وقالت المركز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه ليس هناك ارتباط بين الإصابتين التي تم اكتشافهما ومن المحتمل أن تكون نتيجة انتقال العدوى بالمنزل مشيرة إلى أن الطفلين المصابين بحالة طيبة ويتم علاجهما هذا وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بالجدر القرض في أكثر من 60 دولة وخمس حالات وفاة في إفريقيا يعقد مدير عام النظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عما إذا كان يتوجب أم لا على المنظمة إطلاق أعلى مستوى من التأهبي لديها في مواجهة تفشي مرض جدري القرض يأتي ذلك بعد أن اجتمع فريق الخبراء في جينيف ودرست لجنة التوارئ المؤشرات الوبائية لتحديد أفضل الصبل لكبحي الوضع الصحي الأخذ في التفاقم وفي أول اجتماع نعقد في يونيو الماضي أوصى غالبية الخبراء بأن تعلن منظمة الصحة حالة توارئ صحية قد تثير قلقا دوليا ختم ومجزئات تاسعة فاصلوا نظر لحظاتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر